اكدت سعادة الاسادة فائق بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ان وزارة الصحة ستقدم كل الدعم اللازم لمنظمة الصحة العالمية في كل ما تتبناه من جهود وخدمات واجراءات في المجالات الصحية سعيا نحو تحقيق الاهداف المشتركات المنشودة جاء ذلك خلال تسلمها اوراق تفويض الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثلا لمنظمة الصحة العالمية لدى مملكة البحرين حيث اشادت الوزيرة بجهود منظمة الصحة العالمية الملموسة في مواجهة تدعيات فيروس كورونا ودورها المهم والبارز في دعم جهود دول العالم لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية ومكافحة الاوبئة والامراض كما رحبت الوزيرة بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها الدكتورة تيدروس ادهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي للمنظمة الشرق المتوسط بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة البحرين والذي يعد حدثا هاما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لتصدي لجائحة كورونا حيث سيطلع المدير العام اثناء هذه الزيارة على الاجراءات التي اتخذتها المملكة لمجابهة هذا الفيروس والتي تعتبر في مقدمة دول العالم ترجمة نانسي قنقر